وفي ذات السياق قررت السلطات المحلية بخنيفرة والسلطات الإقليمية الإجرادة وسلطات عمالة المحمدية قرروا اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تفشي وباء كوفيد-19 وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التفاصيل في تقرير للثري الحساني بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قررت سلطات المحلية بكل من مدن خنيفرة جرادة والمحمدية اعتماد مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي أملتها الوضعية الوبائية فعلى مستوى خنيفرة تم تشريد إجراءات التناقل بين عدد من أحياء المدينة واعتماد نظام التعليم عن بعد بالمؤسسات التعليمية بها ابتداء من يوم غدنا الخميس على الساعة الثانية عشر زوالا كما تقرر إخضع تنقل الساكنة من وإلى أحياء السكة والفتح والروضة لترخيص تصدره سلطات المحلية المعنية باستثناء تنقلات لإغراض مهنية أو صحية أو من أجل التزود بالمواد الأساسية جرادة والمحمدية بدورهما كانت على موعد مع العديد من الإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوعا قابلة للتمديد للحد من انتشار جائحة كورونا بعد الارتفاع المضطرد للخالات الإجرابية المؤكدة فتقرر اعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تهم فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينة جرادة تسلم من طرف المصالح المختصة ومنع التجمعات بمختلف الفضاءات العمومية وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكلات الخفيفة على الساعة العاشرة ليلا بالإضافة إلى إغلاق الحضائق العمومية وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية وملاعب القرب وتقليص الطاقة الاستعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50% وذلك لمدة أسبوع قابلة للتمديد إجراءات تنضف إلى مجموعة من التدابير والإجراءات الأخرى السرية المفعول والتي عهد بها لسلطات الإدارية المحلية وسلطات الأمنية وكافة المؤسسات والإدارات المحلية كل في مجال اختصاصه بتنسيق مع المصالح الجماعية لتنفيذها ابتداء من الموعد المحدد لها لمواجهة هذا الوباء الفتاك شكرا